حددت رئاسة بارلمان إقليم كردستان يوم السبت المقبل كموعد لمناقشة قانون رئاسة إقليم كردستان العراق المقدم من قبل كتلة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني من إعادة تفعيل المنصب واختيار رئيس جديد للإقليم بعد أن قدمت كتلتاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير وأعضاء الكتة من المكوينين التركماني والمسيحي مسودة قانون رئاسة إقليم كردستان العراق لإعادة تفعيله واختيار رئيس للأقليم من قبل البرلماني سارعت رئاسة برلمان كردستان إلى تحديد موعد جلسة في يوم السبت القادم خطوة جاءت من قبل كتلة الحزب الديمقراطي للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة بعد تفعيل قانون رئاسة الأقليم واختيار رئيس جديد له القطوات تمضي باتجاه مناقشة حول تعديل قانون رئاسة أقليم كردستان ليس هناك سقف معين لكن أعتقد في خضون الشهرين القادمين سينتخب رئيس أقليم كردستان داخل برلمان كردستان وسيشكل الكابنة الجديدة لحكومة أقليم كردستان إلى ذلك أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الأقليم إن مشاركتهم في جلسة تعديل قانون رئاسة الأقليمي مرهونة بإبرام اتفاق مشترك بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للأقليم مع الديمقراطية الكردستانية يأتي موقف الاتحاد بالتزامن مع اعتراض كتل حراك الجيل الجديد والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في برلمان كردستان على مشروع قانون تعديل وتفعيل الرئاسة أقليم كردستان المقدم من قبل كتلة الحزب الديمقراطي وحلفائهما إذا لم يتم إبرام اتفاق بين الأطراف السياسية فإن كتلة الاتحاد الوطني غير مستعدة للمشاركة في جلسة تعديل ذلك القانون ولغاية الآن ننتظر قرارا من حزبنا للمشاركة في جلسة تعديل قانون رئاسة أقليم كردستان وكان قانون رئاسة أقليم كردستان تم تجميده العام الماضي بعد توزيع صلاحيات مؤسسة رئاسة الأقليم على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لحين كتابة دستور للأقليم في وقت يعتقد مراقبون أن عدم التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية وبالأخص مع الاتحاد الوطني سيقلص من صلاحيات رئيس الأقليم قانونا الآن يستطيع الحزب الديمقراطي مع بعض الأحزاب الأخرى أن يختاروا رئيس الأقليم لكن هل سيكون هذا الرئيس له الصلاحيات على الزون الأخضر اللي نسميه منطقة سليمانية وحلبجة وقرميان هل سيكون هذا الرئيس الأقليم رئيس فعلي لديه صلاحيات لديه قدرة لديه قوة هذا ما سوف يجزمه أو يحسمه موضوع التوافق مع استمرار الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد حول توزيع المناصب الوزارية يبدو أن برلمان كردستان سيبدأ الخطوات العملية لتشكيل الحكومة المقبلة من خلال تفعيل قانون رئاسة الأقليم حميز زيباري الحرة أربيل ويضم إلينا من أربيل الكاتب والإعلامي السيد هيوى عثمان سيد عثمان مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم هل الحزب الديمقراطي الكردستاني ماضن في تفعيل قانون رئاسة أقليم كردستان وأيضا اختيار رئيس الأقليم من غير حضور الاتحاد تحية إليك والمشاهدين الكرام طبعا يبدو القضية وصلت إلى حاد بين الحزبين لأن يحاول كل منهما أن يمارس الضغوط على الآخر إيصال مسودة مناقشة قانون رئاسة الإقليم في رئاسة البرلمان هو يعاد كورقة ضغط على جانب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد عدم الاتفاق على المناصب الوزارية أو عدد الوزارات بين الحزبين في اجتماعاتهم الأخيرة وهذا قد يعقد المشهد أكثر أو يعقد من فرص وصولهم إلى اتفاق أكثر ما نراه هنا أو ما رأيناه حتى في السابق تأريخيا تشكيل الحكومة في إقليم كردستان لم تكن له ولادة طبيعية كان دائما يأتي بعد اتفاق أو لم يأتي عن طريق اللجان على الأقل أو اللجان المشترك بين الحزبين كان دائما هناك اتفاق مبدئي بين الزعيمين المرحوم جلال طالباني والسيد مسعود البارزاني وبعد هذا الاتفاق كان التفاصيل كانت تأتي وكان هناك مجال أوسع أكثر للتنازلات المتبادلة بين الحزبين اليوم المشهد معقد أكثر والتحالف مع كتلة التغيير له حساباته وغياب نوع من المركزية في الاتحاد الوطني الكولوساني أيضا يعقد هذا المشهد أنا برأي السيد كوسرة رسول علي اليوم الزعيم الفعلي للاتحاد الوطني الكولوساني مطالب بأن يلعب دور الراحل طالباني في هذه لكن سيد عثمان لماذا هذه الخلافات بين الحزبين أعتذر عن مقاطعتك يعني هم في آخر اجتماع لهم اتفقا على خمس وزارات منحها للاتحاد وكان الخلاف على وزارة السادسة هل هي هذه محور الخلاف وما هي هذه الوزارة السادسة كي تقسم الاتفاق بينهما يبدو بأن الوصول إلى هذه التفاوض هناك بعض الأشخاص واضحا هناك أجندات شخصية بينها الأحزاب وخاصة في بعض كتل الاتحاد الوطني الكولوساني التي يبدو بإمكانها أن تؤثر على سير عملية التفاوض أو الاتفاق بين الحزبين حول تشكيل الحكومة القادمة ولهذا إذا ترك الأمر للجان قد لا يجدي بنتائج سريعة ولكن في حال ما إذا كان هناك مبادرة مباشرة أو لقاء مباشر بين الزعيم الاتحاد الوطني أو اتفاق مباشر بين الزعيم الاتحاد الوطني وزعيم الحزب الديموقراطي الكولوساني قد يكون لهذا تأثير آخر لأنه يواضح بأن هذه اللجان غير قادرة على أن تنجز أو تنضي إلى الأمام في أي اتفاق حتى بعد الاتفاق التي تم توقيعه بين الحزبين في الشهر الماضي عندما دخلنا في التفاصيل رأينا بأن التفاصيل هي كثيرة جدا واللجان غير قادرة على أن تحل هذه أو وفود المشتركة وفود الحزبين غير قادرين على أن يحلوا هذه القضايا ولهذا أعتقد أن الأمر سيتطلب العودة إلى الزعيمين أو نوع من المركزية في الاتحاد الوطني الكولوساني محور الأخير وأرجو أن تجمني عليه باختصار سيد هيو عثمان لضيق الوقت هذا عن الخلاف بين الحزبين الرئيسيين ماذا عن باقي الكتر والأحزاب وهل أيضا برأيك قانون تعديل رئاسة الإقليم سيمرر أو إعادة رئاسة الإقليم سيمرر في ظل كل الاعتدارات من كتلة الحراك الجديد من الجماعة الإسلامية وأيضا من الاتحاد الإسلامي في برلمان الإقليم المشكلة في كردستاني وهناك رأيان رأيي يقول بأنه يأخذ بالرأي العددي ويعطي نوع من القوى للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرى نفسه له متفوق عدديا على الآخرين الأحزاب الأخرى معظمها موجودة في مناطق الزون الأخضر كما يسمون ومناطق الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحكمه الاتحاد الوطني الكردستاني عمليا اليوم ولهذا المضي قدما في هذا القانون قد لا يمرر القانون بين الليلة وضحاها كما سمعنا من أحد النواب بأنه تبدأ المناقشة يوم السبت وبرأيي يستخدم هذا كورقة ضغط من الديموقراطي على الاتحاد الوطني الكردستاني للمضي قدما وبالمقابل طبعا الاتحاد الوطني الكردستاني يلوح بعدم المشاركة في الحكومة وهذا يعني تماما حكومة ضعيفة قد تكون بدون مشاركة شريك أساسي في كردستان العراق وهو الاتحاد الوطني الكردستاني كنت معنا من أربيل الكاتب والإعلامية السيد هيوة عثمان شكرا جزيلا لحضرتك